الكذب شر كله لا يصلح في جد ولا في هزل ولا أن يعيد الرجل منكم صبية ثم لا ينجز له عن عبد الله بن عامر أنه قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا فقالت ها تعالى أعطيك تقول له ها تعالى أعطيك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه قال تعطيه تمرا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة روى أحمد وأبو داود يدعى الصبي ثم يأتي فتفتح اليد ليس فيها شيء هذا كذب الكذب في زماننا قل من يسلم من أحد في المعاملات حدث ولا حرج والأخبار والقصص والشائعات حدث ولا حرج بل بعض أهل الإعلام يتفنن في الكذب ليبوث الشائعات والفتن بل إن البعض ينكت ليضحك الناس وأخرون يتعبدون به لمصلحة دينهم ودعوتهم وحزبهم أما التجارة فسوق أكثرها لا يقوم إلا على الكذب وكل هذا من تزين الشيطان والإحراف عن الطريق المستقيم وقد قال السلف حقيقة الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب فالكذب أبغض خصلة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب ولقد كان الرجل يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم الكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منه توبة وفي رواية كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذبة أو كذب كذبة لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة وعن بحث ابن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له وعن أبيه هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة ويترك المراء وإن كان صادقا لا تمزح بالكذب هذا يناف الإيمان رو أحمد والطبراني وكان السلف يتحرزون منه أشد التحرز قال مطرف ابن عبد الله رحمه الله ما يسرني أني كذبت كذبة وأن لي الدنيا كلها